الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من المخطرات المعاصرة منظار المعدة هل منظار المعدة يفسد الصيام أم لا؟ فذهب جمهور العلماء إلى أنه يفسد الصيام ويرى الحنفية أنه لا يفسد الصيام إلا أن يستقر في جوف الإنسان ومثل على ذلك بالحديدة والحصاد وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الإسلام بن متيمية إلى أنه لا يفطر وذهب إليه من علمائنا المعاصرين الشيخ محمد بن صالح الوثيمين رحمه الله تعالى فيرون أنه لا يفطر لأن هذا ليس مما يطلق عليه أنه طعام أو شرب لكن الشيخ محمد بن صالح الوثيمين يرى أنه إذا وضع عليه مادة دهنية أي مادة لزجة حتى يسهل دخول ذلك المنظار فقال عند ذلك يفطر الصائم أما إذا أدخل هذا المنظار من دون هذه المادة الدهنية فإنه لا يفطر كما ذكرنا أنه رأي شيخ الإسلام بن متيمية وبعض المالكية وهو ما ذهب إليه الشيخ محمد بن صالح الوثيمين رحمه الله وبما أن الأطباء يرون أنه من الصعب إدخال هذا المنظار إلى جوف الإنسان من دون هذه المادة الدهنية فإن على ذلك إذا استخدم هذا المريض المنظار بوضع هذه المادة اللزجة وبمادة الدهنية فإنه يفطر على ذلك ويقضي يوم المكانة هذا الله أعلم وصلى الله وسلم عن أبينا محمد اشتركوا في القناة